تحت عنوان تسافر فين في 2023 شبكة CNN وضعت القاهرة ضمن أفضل الوجهات السياحية واللي نصحت بشدة زيارتها والتمتع بأجواءها الخلابة في الربع الأول من 2023 سافر في أول ثلاث شهور في السنة ما يقدر بـ 235 مليون سائح حول العالم بنسبة 80% من المعدلات قبل جائحة كورونا نصحت الشبكة السائحين بزيارة القاهرة كأفضل الوجهات اللي ممكن يزوروها اقترحت عليهم يزوروا المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه السنة دي وبالمناسبة ده أكبر متحف في العالم بيضم أثار حضارة واحدة وكمان يزوروا قبل المتحف المصري في مدان التحرير عشان يشوفوا جمال الحضارة المصرية الفرعونية وطبعا ما ينفعش يفوتوا الأهرامات لأنها من أبرز وأهم الأماكن اللي ما تتفوتش وعشان يعرفوا التنوع الكبير الموجود في القاهرة لازم يزوروا القاهرة الإسلامية ويتفرجوا على العمارة الإسلامية قد إي عظيمة وكمان الحضارة القبطية والتقاليد المسيحية الغنية واقترحت عليهم حضيقة الأظهر كمكان هادي يستمتعوا فيه بالهدوء والخضار واقترحت كمان منطقة الزمالك الرقية اللي بتحتوي على فنادق ومطاعم على أعلى مستوى أماكن تانية كتير وفعلا التقرير مطابق للواقع وأي حد هيزور القاهرة هيشوف تنوع تاريخي وثقافي ممكن ما يلاقهوش في أي مكان تاني وهتكون زيارة ما تتنسيش قولوا لنا أماكن تانية ما ينفعش أي سائح يجي مصر من غير ما يزورها موسيقى